أسعار الورود في السوق المحلية طالها الارتفاع أيضا والسبب هو حلول عيد الحب الذي يحتفل به يوم غد ورغم ذلك فالطلب على الورود مرتفع وكأن المواطن يجد في هذا اليوم متنفسا عما في داخله من هموم هذه الورود الجرية هي أكثر أنواع الورود طلبا هذه الأيام بسبب اقتراب عيد الحب في بورصة الورود تباع الورود بالجملة لتجارها وبأسعار يعتبرها المستوردون مرتفعة هذا العام تقريبا من 40 إلى فيه ناس بيبيع بدينار وعشر أو دينار رباية عما بتعتمد على نوعية الورود الموسم والله يعني كبداية إن شاء الله خير بس إنه مش زي المتوقع زي السنة الماضية يعني الأسعار غالي كلها المبيعات أقل من السنة الماضية عيد الحب هو أحد المواسم المهمة لتجار الورود نظرا لإقبال المواطنين على شرائها كهدايا في هذه المناسبة لكن هذا الموسم إقبال المواطنين جاء ضعيفا مقارنة بالأعوام الماضية الإقبال تقريبا على اللون الأحمر أكثر من بيت الألوان يعني الأحمر زائد الأبيض خاصة الورد الجوري الورد الجوري عليه إقبال كتير جيد نسبيا إذا بنقارن نسنة مع سنوات الماضية أقل من سنوات الماضية الإقبال على الورد في محل الزهور هذا يجهز أحمد باقة من الورود الحمراء وهنا العديد من الباقات تم تجهيزها لتتناسب مع عيد الحب كحركة وكشغل يعني شويها لسه إن شاء الله بكرة ببين معنا بس مبدئيا يعني الحمد لله تمام وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله تم سنة خير على الجميع الورد الجوري يعني من دينار لا دينارين سعر الورد ارتفاع الأسعار يطال حتى ورود العشاق فالفارق الكبير بين سعر الورود بين تجار الجملة ومحلات التجزئة يحرم للبعض من أبسط طقوس الفراح